موسيقى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريبا فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله صحيح ثواب رحيم لكن التوبة مش لعبة يعني مش إنه أحد يعني هي بمجرد أن يقول تبت إلى الله لفظا أو عندما يقترب أجله ويشعر أنه على وشك أن يغادر هذه الدنيا التوبة لها شروط يعني أعتقد أن التوبة قبل أن نتحدث في شروطها يمكن أن نقول أن التوبة من أعظم التشريعات التي شرعها الله تبارك وتعالى للإنسان لولا التوبة ولولا تشريع التوبة لوقعنا في ليس مجرد عنت ومشقة بل لوقعنا في حالة من اليأس والإحباط لوقع الإنسان في حالة من اليأس والإحباط لأن الإنسان بطبعه خطاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء فالإنسان خطائين التوابون الإنسان عندما يخطئ وإذا لم يكن هناك يعني منفذ يجعله يصحح خطأه ويصوب خطأه فهذا سيدفعه إلى واحد من طريقين إما طريق اللامبالا بالخطأ والاستمرار فيه وخلاص أو اليأس والإحباط والوصول إلى درجة من الشلال والعجز عن القدرة على التحرك أي إنسان الآن أن تأتي بوابة ومنفذ من الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا أخطأ يمكنه أن يجبر خطأه ويمكنه أن يعود عن خطائه هذا فهذا من أعظم التشريعات هي نافذة أمل للإنسان تقول له مهما ابتعدت عن الله عز وجل مهما أخطأت في حق الله عز وجل مهما قصرت في حق الله عز وجل ومهما بلغ ذنبك ومهما بلغت خطيئتك فإن الله عز وجل فتح لك بابا فهذا الباب هو باب فتحه الله تبارك وتعالى لك ولا يملك أحد إغلاقه وفكرة هو فتحه لأبينا آدم قبلنا فتحه للبشر فتلقى آدم من ربه كلمات كتاب عليه إنه هو التواب الرحيم والفكرة أنه مهما بلغ ملغت ذنوب الإنسان فإن هذا الباب لا يغلق الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء غيوم السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بملئها خطايا وزنوب إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة فالإنسان يجب أن يكون على يقين بأن الله تبارك وتعالى بابه مفتوح وهذا الباب لا يفتح مرة ويغلق بل يفتح كل ما طرقته الله تبارك وتعالى أيضا يقول في الحديث القدسي أذنب عبدي ذنبا فتاب عفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذنب أذنب عبد ذنبا فتاب فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت له ثم أذنب ذنبا فتاب فقال الله تعالى قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له فليفعل ما يشاء فليفعل ما يشاء أي ما دام على حالة العودة عن الزنب بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى فإنه سيجدني توابا رحيما غفورا أذكر قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم ذهب إلى أعبد أهل الأرض يسأله هل لي من توبة قال لا قال ليست قاتل تسعة وتسعين شو منين لك توبة فأكمل به المئة فكمل به المئة ثم ذهب إلى غيره إلى أعلم أهل الأرض وهذا الفرق بين العالم والعابد أن العابد أن الإنسان مهما عظمت عبادته هذا لا يوهله أن يصبح مفتيا الأول كان أعبد أهل الأرض والثاني كان أعلم أهل الأرض فقال له إن باب التوبة مفتوح ومن يحول بينك وبين الله ومن يحول بينك وبين التوبة لكن نصحه أن يخرج من تلك البلدة أو القرية التي كان يفعل فيها ما يفعل وأن يخرج إلى قرية أخرى ليبدأ أن يغير البيئة الاجتماعية يبدأ حياة جديدة وفعلا الإنسان إذا أراد أن يبدأ حياة جديدة يحتاج إلى إعادة النظر في الموقع الذي هو فيه لأن البيئة لها تأثير كبير حتى تأثير نفسي على الإنسان صحيح وفي طريق توجهه نحو تلك القرية أدركه الموت أدركه الموت وأرسل الله الملائكة لتقبض روحه وهنا حصل نزاع بين الملائكة والقصة طبعا مشهورة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة قالوا هذا لنا لأنه كان جاء تائبا الملائكة العذاب قالوا لم يفعل بعد شيئا يعني يقبلوا منه فهو لنا فالرواية تقول أن الله أرسل ملكا يحكم بينهما بين الفئتين وقال لهم قيس المسافة إلى أيهما أقرب هل هو أقرب إلى القرية التي غادرها أم إلى القرية التي هو متجه نحوها ويقال إن الله أمر إحداهما فتبتعد والأخرى لتقترب الله سبحانه وتعالى أراد أن يغفر له وأن يتوب عليه الحديث طبعا الحديث صحيح هذه القصة صحيح بوخاري وهم الأحاديث المهمة في رياض الصالحين طبعا في وقفات مهمة في الحديث لكن ابتداء طبعا واضح الحديث لا يحتاج إلى شرح الكثير لكن الإسلام بالأصل يوصف على أنه دين واقعي واقعيته جعل وضع حلول لكل القضايا التي تضرأ في المجتمع ومن جملتها الأخطاء لأنه أقر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لو لم تخطئوا لذهب الله بكم لذهب الله بكم وأتى بآخرين يخطئون فيستغفر الله لهم فطبيعة البشر الله خلقهم عندهم القابلية للخطأ والصواب مختلفين عن عالم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمره وما يفعلون فطالما أن الإنسان عندهم القابلين للخطأ والصواب مجتمع متكامل لا بد من معالجة الخطأ الصواب يمدح ويجازع عليه أما الخطأ يحتاج إلى معالجة لو ترك هذا الإنسان الذي أخطأ خطأا كبيرا صغيرا لكن هو يعلم أنه لا حل لهذا الخطأ الصغير هذا الأمر يدفعه لأن يكون مجرما كبيرا طالما صارد وصارد وانتهت القصة لكن الله سبحانه وتعالى أعلنه على أنه باب كبير لا يغلق وهو مفتوح دائما لكن يحتاج إلى من يدخله ويسير به فابتداء الله سبحانه وتعالى من أسمائه التواب تواب ليشجعنا ابتداء غفار غفور رحيم رحمن رحيم عفو كريم هذه الأسماء لماذا أتت أتت ابتداء لتشجع المحسنين ليزدادوا في الإحسان وينالوا الجزاء الأوفى ليزيهم الله أحسن ما عملوا وأما العصاد فيعلمون أن لهم ربا كما ورد بالحديث كريما غفورا رحيما يغفر كل الذنوب ولا يبالي ولا يبالي فإذا ابتداء العنوان الرئيسي في هذه الحياة سنخطئ وأمر طبيعي لكن لا يمنعك الخطأ أن تيأس من طرائق الغواية عند الشيطان خمسة من أهمة على الإطلاق هو أن يدخل اليأس إلى الإنسان العاصي أن الله لن يغفر له أنه خلاص يعني ما بس أنه لا يغفر لك أكثر من ذلك حتى يرمنا في طريقه وفي أينه أكثر من أنه لا يغفر الله أنه أنت مخطئ وصرت متمرس في الخطأ كثيرا وأنت جربت مرة وثنتين وثلاثة خلاص ما بقى في مجال تحسن حالك وما بقى في مجال تدخل تعرف نسمع هذا كلام من بعض الناس طبعا أنا بعد اللي عملت هذا كل ياته خلاص انتهينا وما بقى تحسن تدخل في طريق التوبة والصلاح وكذا خلاص وتركها لربك فإذا من أساليب الشيطان في الدخول على الإنسان هو اليأس من نفسه اليأس من التغيير اليأس من التوبة وهذا أمر المهم إذن ابتداء الخطوة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يستقبل عباده من تقرب بالني شبرا تقرب منه ذراع ومن تقرب منه ذراع تقرب منه باع ومن أتاني يمشي أتيته هرولا هذه المعاني كم هي عظيمة كم هي مشجعة للمقصرين والمسئين فإذن هذه الكلمات الأولى التي ينبغي أن تكون في ذهن تصحيح المفهوم نعود ونكرر تصحيح المفهوم تصحيح الاعتقاد تجاه الله سبحانه وتعالى الله يحب منك أن تكون من أهل الجنة الله يحب منك ويرضى منك أن تعمل الخير ولا يحب منك الشر ولا يحب منك السوء وبالتالي باب الله مفتوح وتوبته جاهزة لتسلق لك لكن تحتاج إلى مبادرة منك تحتاج إلى مبادرة من العاصي فينطلق انطلاقا وهذه الانطلاقة تجعله يدخل في باب واسع عريض نهايته الحديث الآية الصريحة الواضحة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ما بس بيغفر له يا إخوانا يبدل الله سيئاتهم حسنات لكن هؤلاء في شرط لله المسألة تبديل الحسنات السيئات تبدى الحسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا استمر في طريق الخير ولو كان عنده أكوام كبيرة من الحسيان والكبائر لكنه دخل بابا جديدا وبدأ العمل الصالح والدأب فأولئك كل الأبواب السابقة يودل الله سيئاتهم حسنات لذلك ورد بالحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن يوم العبد فيسأل العبد ويأتي الحساب ويرى المؤمنون غفران الله تعالى العظيم فيسأل الله سبحانه وتعالى لعبد يقول له يا عبدي فعلت كذا وكذا يذكره بمعصية في يوم كذا وكذا فيقول له نعم يا رب فعلت يقول له قد غفرتها لك عندما يرى عظم غفران الله تعالى له يقول يا رب وبدلتها لك حسنات فهذا الإنسان بين يدي الله يقول له يا رب إن لي ذنوبا أكبر من ذلك إن لي ذنوبا أخرى هو ينتظر أن تبدل تلك الذنوب حسنات طبعا هذه ميزة عظيمة للذين استمرت حياتهم حتى لقوا الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح الدأوب بعد معصية كانت مضربة أنا أعتقد أن الإشكال الذي يجب أن نركز عنده في حديثنا عن التوبة ابتداءا هو قضية أن المشكلة الكبرى ليست في ارتكاب الذنوب والمعاصي أن يرتكب الإنسان الذنوب والمعاصي هذا شيء يعني جزء من تكوينته البشرية الإشكال يكمن في الإصرار على المعصية لذلك الله تبارك وتعالى بيّن ذلك عندما قال وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُوا فهم عندما يقول وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وهذه الآية في صفة المتقين وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ الْأَرْضُ عِدَّةٍ للمتقين هذه الآية تتحدث على المتقين أي أن المتقين لا ينقض تقواهم أن يفعلوا فاحشة أو يظلموا أنفسهم الذي ينقض تقواهم أن يصروا على هذه الفاحشة الإصرار والاستمرار بعد أن يذكروا الله فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم عندما يتذكر الله وعظمته يعود ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ولكنه إذا أصر هنا تبدأ المشكلة بعد الإصرار يبدأ الران على قلبه يبدأ الاستمرار في التبرير أخطر ما يعيشه الذين يرتكبون المعاصي أمران الأمر الأول الإصرار على المعصية والأمر الثاني تبرير المعصية تبرير المعصية من خلال استحضار نصوص شرعية من خلال استحضار حجج واقعية أن يبرر الإنسان معصيته أسهل أنواع الذين يرتكبون المعاصي هم الذين يرتكبون المعاصي ويقرون بها هم الذين يخضعون إذا قيل لهم أن هذا خطأ لك دعم خطأ وأنا أريد أن أقلع عنه ولكن الذي يدافع عن خطائه الذي يبرر خطأه الذي يبرر معصيته هنا تكمل المشكلة لأنه سيحولها بعد ذلك إلى عادة طبيعية طبعا هناك أيضا في معرض تبرير المعصية من يستبيح المحرم يعني هو يأتيك بحجج مختلفة وتفسيرات غريبة لكي يجعل المحرم مباحلا هذا جزء من التبرير هذا يصبح أخطر من قصة معصية يعني استحلال المحرم ندخل فيه في المكفرات لا لا بعيدا عن المكفرات هو في قرارة نفسه يعرف أنها معصية لكنه يحاول أن يبرر يعني حتى مثلا واحد بيأكل الربا بصير يبرر لنفسه أنه يا أخي هناك فتاوة تبيح الربا وبصير يستحضرها يأكل الحرام يأكل أموال اليتامة يرتكب تتعرف الآن يعني يبدأ يحرر شائع في مجتمعاتنا أن يكون الشخص موظفا فيرتشي أو يسلب شيئا ليس من حقه وإذا قلت له هذا لا يجوز فيقول لك الكل يفعل ذلك من الرأس إلى إلى القاعدة يعني هو يعرف أنه حرام ولكن يبرر لنفسه أنه بدام الأكبر منه والأعلى منه سلطة والأكبر منصبا يقوم بذلك فلماذا تقف عنده وهذا شائع بين كثير من الناس للأسف لذلك لذلك نحن بحاجة إلى خطاب يضع الناس أمام يضع المسلمين جميعا يضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا تجاه معاصي الله تبارك وتعالى أنه نحن ما هي المسؤولية تجاه المعصية ما هو عظم المعصية لذلك شوف السلف الصالح كيف كانوا يتعامل وكان السلف الصالح يقولون لا تنظر لا تقل لي صغيرة ولا كبيرة ولكن انظر على من اشترأت القضية ليس قضية أنه الذنب صغير ولا كبير القضية أنت على من اشترأت أنت اشترأت على الله فكانوا يقيسون الأمر بهذا الميزان ليس بميزان هذه صغيرة ما هي شيء لذلك قالوا لا ذنب لا كبيرة مع توبة شوف ولا صغيرة مع إصرار نموذج الرجل الذي ذكرته في الحديث النبوي الذي يعمل المعصية فيتوب فيتوب الله عليه هذه معصية حالة ضعف صحيح هو يضعف وليست معصية حالة استكبار وتجرؤ لذلك شوف الآية يعملون السوء بشو بجهالة أما لو عملوا السوء باستكبار الله عز وجل قال سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق الله عز وجل يصرفهم عن التوبة نعم نعم هو الآية نحن إذا قرأناها شوي صغيرة عم تميز بين صنفين من الناس يفعلون المعصية بالآيتين الآية الأولى مختلفة عن الآية الثانية الآية الأولى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة طبعا كل فعل سوء هو جهالة زيادة في الوصف قال جهالة حماقة سلوك خاطئ اللي ميز شوي عن التي بعدها قال ثم يتوبون من قريب من قريب يعني مباشرة تمام ثم يتوبون من قريب يعني مجرد ما عمل المعصية ندل يدركون أنفسهم يندمون حتى لو ما مباشرة دكتور لو بعد شوي صغيرة ما مشكلة ثم يتوبون من قريب فأولئك توب الله عليهم وكان الله عليما حكيم هذا الصنف من الناس يبادر مباشرة لرقع الخرق الذي وقع عنده وحتى ورد أثر عن أبي بكر أنه لو تكررت هذه في اليوم سبعين مرة لا تخجل أن تقبل إلى الله سبحانه وتعالى بإستفار التوبة ولو كررتها في اليوم سبعين مرة حتى لا يدخل يأس ويتسلط عليك الشيطان لكن الآية الثانية قالت وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد أبو الموت هذا الإنسان استمر استمرار طويل هذه عكس من قريب تماما عكس من قريب تماما هذا تمرس على المعصية تمرسا شديدا طيب إذا وصل للموت طبعا الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغه صارح واضح والغرغرة هي يعني لحظات الموت لكن نحن نتكلم في هذه الآية لا نتكلم عن الغرغرة نتكلم عما قبل الغرغرة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال أني تبت الآن قال الذين يعيشون مستمرين في المعصية الله سبحانه وتعالى لا يوفقهم للتوبة هذا الصنف لا يوفق للتوبة لذلك تجده مصرا على المعصية حتى قبل موته بسويعات لكن لو أنجاه الله تعالى وأكرمه بتوبة قبل موته يحصل يقبله لكن بشكل عام كونه تمرس على المعصية يعني واحد ويذكر الإمام الذهبي في كتاب الكبائر رحمه الله تعالى أن رجلا كان يشرب الخمر فلبى حضرته الوفاء من حوله لقنوه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هم يقولون له لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يقول لهم إشرب وسقني إشرب وسقني ورجل آخر يذكر قصص ما زلت أذكرها قبل أحفظه أكثر من أربعين سنة سبعنا هذا القدام قراته في عام ١٧٨ يذكر قصة أخرى أن إنسان تعلق في قصة الشطرنج فصارت حياته تأتي الصلاة تذهب الصلاة هو ملتصق في الشطرنج نسي كل أشياء الأخرى وملتصق في الشطرنج فعندما حضرته الوفاء ذكروه بالشهادة فقال له شاهك أي كشملك فكانت نهايته بكشملك هذا الاستمرار على المعصية وهذا ما أعرج عليه الدكتور محمد أن الاستمرار على المعصية يحدث راناً شديداً على القلب وهذا الران يمنع الإنسان من النطق بالحق ويمنع الإنسان من التوبة إلا إذا أراد الله لهذا الإنسان بعمل أو بفعل خير قد فعله مع أناس معينة ينقذه لكن بشكل عام الله يرسم لنا طريقاً من أراد أن يتوفى الله على تمام الإيمان عليه أن يصر على التوبة ولو أكثر من الأخطاء إذن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا أحضر أحده الموت قال إن يتبتم الآيات كما قال فرعون وللذين يموتون وهم كفار هذول ما لون معصية فهي الحال ما لون توبة قال آمنت أنه لا إلا الذي أمرت فإذن الخطوة التي ينبغي أن تأتي بعد ما وقفنا على الآيات مفهوم التوبة والاستغفار بس قبل ذلك أنا أرى في معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ضمنا يريد أن يخبرنا بأن ما يظهر لنا من حال الإنسان يختلف عما الله مطلع عليه من داخله لأنه ممكن واحد يقول أنا تايب لكن الله مطلع على حاله فيما لا نرى ولا نشعر ولا ندرك أنه غير صادق في هذه التوبة يعني الرجل الذي قتل مئة الله قبل توبته لمعرفة الله لعلم الله بأنه صادق مخلص صادقه طبعا وموضوعه برجع للنية بالآخر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه لذلك لما نتكلم عن التوبة ممكن نتكلم في إطارين أيضا الإطار الأول أن تكون التوبة منهاج حياة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم مئة مرة ليش؟ لأن التوبة عنده والاستغفار هو صار منهاج حياة الإنسان عندما يعلم بأنه إنسان ضعيف وأنه خطاء إذن هو بحاجة وأن الذنوب والمعاصي هي أدران تعلق بالجسد تعلق بالقلب كما تعلق الأدران بالجسد الإنسان كلما علقت الأدران بالجسد مباشرة يغسل يديه تصبح أو يغسل موضع الأدران فيصبح الغسيل هذا منهاج حياة له كذلك التوبة هي الغسيل الذي يغسل الروح ويجلو القلب من المعاصي أن تتحول التوبة دائما إلى منهاج حياة في حياة الإنسان هذا يدفعنا إلى الإطار الثاني وهو الحديث عن شروط التوبة التوبة عندما يريد الإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يعلم أن التوبة ليست مجرد استغفاراً باللسان كان ابن القيم رحمه الله يقول المستغفر من الزنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه يعني هو يستغفر من الزنب وهو مقيم عليه هذا كالمستهزئ بربه والعياذ بالله شروط التوبة ثلاثة شروط يضاف لها شرط الرابع الشرط الأول الإقلاع عن المعصية هذا لا يتم إلا بعد الاعتراف بالمعصية أنه أنا ترى هذه معصية وأنا عصيت الله تبارك وتعالى فيها فعلي أن أقلع عنها الإقلاع عن المعصية ثم بعد ذلك أن ندم عليها أن يشعر بقلبه بالندم الحقيقي عليه ثم العزم على عدم العودة أن يقرر أن لا يرجع هذه شروط أساسية في التوبة إذا تخلف منها شرط واحد لا تصح توبة هذا الإنسان أبدا فلا تصح توبة من لم يندم ولا تصح توبة من لم يعزم بقلبه على عدم العودة الآن هو عزم بقلبه ثم ضعف أصابه الضعف كما ذكر الدكتور قبل قليل وعاد إلى المعصية هو يعود ويجدد العهد مع الله تبارك وتعالى ويحسن الضم بالله عز وجل أنه لن يتخلى عنه وأنه لن يتركه وأنه لن يصده وأنه سيفتح له باب الرحمة وباب المغفرة فإذن أولا أن يقلع عن المعصية والذنب لا يجوز للإنسان أن يستغفر الله ويعني هو مقيم يعني لذلك إحنا بنشوف بتصير مجالس بتصير فيها غيبة يا أخي أستغفر الله العظيم شو بدنا بالناس ويرجع بيكمل ويرجع بيكمل كلام في غيبة ونميمة ويستغفر الله أو يشعر بأنه اغتاب الناس ويتوب من ذلك وهو لم يقلع عن هذه المعصية ولم يندم عليها لم يشعر بقلبه يعتصر ندما على أنه ارتكب هذه المعصية وتجرأ على الله عز وجل ولم يعزم على عدم العودة بدون تحقيق هذه هذا لا يكون عدد غيبة بالذات من أصعب الذنوب لأن فيها حق للعباد أيضا الشرط الرابع الشرط الرابع أن يعيد الحق إلى أهله إذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد وهنا العبارة التي قالها العلماء أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاححة الله تعالى يغفر الذنوب المتعلقة الذنوب الخاصة يعني ذنوب العبد مع ربه أما الذنوب الخاصة بالعباد الحقوق سواء كانت حقوقا مادية أو حقوقا معنوية للعباد الله لا يغفرها حتى يتنازل صاحب الحق وهذا العدل ولكن لا يوجد إنصاف حتى لذلك إنسان آكل أموال يتامة ويستغفر الله كل يوم مئة مرة ما الفائدة من ذلك الأصل أن يعيد الحق إلى صاحبه إنسان يأكل ميراث أخواته ويستغفر الله ما قيمة استغفاره عليه أن يعيد الأموال إلى أصحابها إنسان يأكل الربا إنسان يشتم الناس يغتاب الناس ما قيمة ذلك إذا لم يعد الحق إلى أصحابه والغيبة من الحقوق المعنوية كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه وكان أبو بكر وعمر في خيمة رضي الله عنهما وكان معهما غلام يخدمانه أي قضاه في يوم من الأيام أن قال له ادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتدم معنا يعني يتناول معنا الإدام الطعام وهو يعني كان يحب النوم كثيرا هذا الغلام فقال أحدهما للآخر يعني ما أكثر ما ينام أو إنه نؤوم الضحى يعني عبارة من هذا القبيل وذهب بالغلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبو بكر وعمر يدعوانك للإدام فقال ارجع إليهما وقل لهما يقول لكم رسول الله إنكم لقد اتدمتما مجرد أنهم قالوا وَلَجَعَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ يَقُولُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَقَدْ اَتَدَمْتُمَا فَفَزِعَا وجَاءَ سَعيًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أتدمنا ما أكلنا فأشار إليه قال إلى الغلام قال وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي أَرَى لَحْمَهُ بَيَّنَ أَنِيَابِكُمَا إني أرى لحمه بين أنيابكما قال يا رسول الله هنا انظر قال يا رسول الله استغفر لنا قال هو يغفر لكم هذا حقه هو اذهبا إليه فقال له يعني اغفر لنا قال غفر الله لأبي الله فكرة هذا العبارة أنه يكثر النوم أو كثير النوم قد اعتبرها كثير من الناس وصف لحال وصف لطبيعة يعني وليست غيبة ومعنالك فهي غيبة لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله إن كان فيه قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهدته بصير بهتان هذا أنا أريد أن أعقب إضافة إلى حقوق العباد الآية في سورة البقرة قال إلى الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا وبيّنوا أينها هاي التبيان بياخد حظ جزء مننا بعض علماء السوق الذين يفتوا فتاوة خطيرة في حق بشار بيفسقهم وبيضلالهم وبيكونوا ظالمين لأن السلطانة قد طلب منهم أفتى فتوى أضل بها قول قبل قليل أو قبل فترات ذكرنا قصة ابن عاشور هذا ابن عاشور الذي تكلمه وكان صريحا كيف لو فعل بالعكس وأفتى لأبو رقيبة هذه الفتوى تبقى برقبته إلى يوم القيامة التبيان واضح يجب أن تبين إن تكلمت كلمة ضلال أو فسق أو فجور أو فكرة كنت تدعو إلى فكرة ابتداع، فكرة فسق، فكرة ضلال، فكرة كفر ودخلت في الإسلام أو تبت عن تلك الفكرة؟ أنت أو تبت أنت أنت مكلف كما أنك كتبت أنت يجب عليك أن تبين أن هذا ضلال وهذا فسق هذا جانب، جانب آخر أنا أريد أن أقف عند قصة الرجل الذي قتل المئة طبعا في ديننا كما ذكر الدكتور محمد تاب بصدق وبعزم أن لا يعود فقبل الله توبته يجب أن توقن يعني يعني أدعو الله وأنتم مقنون بالإجابة استغفر وأنت موقن أن الله قد غفر لك لا يصح لك أن تدعو اللهم اغفر لي إن شيء تعلق ما في الله سبحانه وتعالى طالما أنك حققت الشروط فتحقق الشروط واجب تجاهك لكن بعد أن تحققها الله يغفر لكن الجانب الآخر فبالتالي التوبة محققة تاب الله عليك في قصة أخرى هي مرض قائم في نفسك مثلا الغيبة أو الكبر أو العجب أو النميمة هذه الأمراض المتغلغلة في النفس متمكن منك هذا المرض وكلما أخطأت تستغفر بصدق وصواب الآن دلنا على طريق التوبة ودلنا على طريقة معالجة المرض هلأ طريقة معالجة المرض لا تكفي أن تنطريقة في الكلمات يجب أن تهيئ الأجواء والبيئة والطبيب المناسب لمعالجة هذا المرض لذلك هو عايش في وسط جريمة وتاب وبصدق بيجي واحد بيستفزه بيقوم بيقتله بيرجع بيتوب يقبل الله وتوبة لكن في حقوق عباد لذلك قال له اذهب إلى قرية كذا وكذا فإنا فيها رجال يعبدون الله فيها صالحين يعبدون الله الذي ينشد الصيانة لنفسه والتصليح والتصويم يحتاج إلى نقلة معينة أما أن تتوب وأنت تعايش أصحاب المعصية يصعب عليك أن تصح نفسك لذلك الحديث الثاني الذي ورد حديث صحي عن نبيه صلى الله عليه وسلم يتكلم قال أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل يلقاه على معصية فيقول له اتقي الله ودع عنك هذا ثم لا يمنعه أن يكون أكيله وجليسه وهو يفعل المعصية يعني هو ينكر عليه ولكنه يعيشه هذاك سكت ما استجاب وهو سكت لأنه قال له مرة ومرتين ثم سكت فجالسه وأكله والطرف الآخر يكرر المعصية المعصية ستنتقل إلى قلب الطرف الآخر ثم تنتقل إليه بشكل فعلي فيكونان معا فلما فعلوا ذلك بالحديث ضرب الله قلوب بعضهم ببعض فقال لعنا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داودا وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيسا ما كانوا يفعلون وبالتالي المعالجة من الخطأ شيء والتوبة شيء التوبة لحالة واضحة المعالب أما المعالجة أنت بتعرف مستوى المرض عندك ومتمكن منك فبحسب مستوى المرض يحتاج إلى الجرعة المناسبة الجرعة المناسبة يعني كما قلت المرض في اللسان يجب أن تضع طريقة معينة لمعالجة اللسان كيف ينبغي علي أن أضبط كلماتي وعباراتي ويذكر كأنه عن أبي بكل أو بعض الصالحين أنه كان يضعه حصن تحت لساني حتى لا ينطق ببعض الكلمات في في ازدحام الكلام وعشوية حتى لا ينطق بتعجل بتعجل تمام فأنت حتى تبقى متذكرا ممكن في طرائق معينة تعالج كل معصية لها طرق على أجل من أفضل الكتب التي تتكلم في معالجة الحقيقة معالجة الأخطاء للنفس البشرية كتاب أحياء علوم الدين بتتكلم شكل جميل أو مختصر من هاج القاس في دين هو شرح لأحياء علوم الدين مختصر يتكلم مختصر هو جميل في معالجة طبعا أخرج منه الأحكام الفقية وكذا فبقي كتاب تربوي مختصر من هاج القاس في دين جميل أو حتى مختصر إحياء علوم الدين هو كتب صغير يعالج أو في كتب أخرى إذن بحاجة نحن لمعالجة المرض للخروج منه ثم مع التوبة مقتلن بالتوبة هو كمان هو الحكمة من انتقال هذا الرجل الذي قتل مئة إلى مكان آخر أن يجد من إذا كان بينهم تواصوا بالحق والصبر معه يعينه على الحق وتواصوا بالصبر يعينونه على الطاعة وأيضا يحولون بينه وبين المعصير الإنسان ابن بيئته يعني الذي يعيش في بيئة كلها بيئة التزام وبيئة الطاعة وبيئة أخلاقية عالية فإنه يشعر أنه ابن هذا الجو يصبح فعله للخيرات أيسر بكثير فيما لو كان يعيش في بيئة يعني فيها الكثير من الانخراف وفيها الكثير من تعرف حتى على مستوى على مستوى بعض العادات هذه الأرقيلة مثلا هذه النهار أحد أقاربي شفت عنده أرقيلة وقل له إيش من وقت إيش هذا الكلام قال ما احنا بنجلس معها الشباب ومر على مرة مرة على مرة يعني مجرد مجالسة من يتعود على الأرقيلة هذه خلي الواحد يقع فيها وكذلك التدخين وكذلك غيره صحيح هناك أيضا القرآن الكريم لفتنا إلى زنوب وإلى معاصي أحيانا لا نستشعرها كثيرا منها ما ذكره في سورة التوبة عندما تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا الثلاثة الذين خلفوا معصيتهم ما هي أنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون تخلفوا عن قضية تهم الأمة كلها تخلفوا المسلمين عن قضايا المسلمين معصية تخلفوا المسلمين جميل تخلفوا المسلمين عن قضايا المسلمين معصية تخلفوا المسلمين عن هموم المسلمين معصية اليوم عندنا قضايا كثيرة جدا وعندنا هموم كثيرة جدا عدم الاكتراث بهذا معصية ويحتاج إلى توبة شوف الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك هلال بن أمية مرارة بن ربيع ما عذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علما أنهم ليسوا كالمنافقين المنافقين تركهم للآخرة وعذرهم ولكن هؤلاء الثلاثة ما عذرهم رغم أنه تخيل هلال بن أمية كم كان عمره يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليجاهد في تبوك في الشام على مشارف الشام وتركه وتخلفه في المدينة ولم يعذرهم هلال بن أمية كان يتجاوز عمره 75 سنة وما عذره رسول الله حتى أن زوجته عندما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمرهم في الأيام العشر الأخيرة أن يعتزلوا لنساءهم قالت يا رسول الله أن هلالا لا يستطيع أن يقوم بشأنه يحتاجني يعني هو يريد من يقوم بشأنه فأذن لها أن تبقى تخيلوا أن رجل بهذا العمر ولم يعذره رسول الله لأن القضية لها علاقة بقضية المسلمين جميعا هذه كانت فرض عين حالة فرض عين وليست فرض كفاية إذا قام بها البعض تسقط عن البعض الآخر استنفار عام يعني نفس القضايا قضيانا قضايا المسلمين بعضها بعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية الفكرة الأساسية أننا لابد أن نستحضر هموم الأمة في حياتنا اليوم نحن عندنا حالة من ربما من تعدد الجراح تعدد الآلام يصيبنا بالإحباط باليأس يصبح الإنسان لا يريد أن يكترث كثيرا يريد أن يتخفف وهذا لا يعذره حقيقة لا يعذره على الإطلاق فإذا رجعنا إلى التوبة ما دمنا نتحدث عن التوبة فنحن أيضا نتحدث عن حالة من نماذج كثيرة مرت في الأمة الإسلامية تبدلت حياتها التوبة هي نقطة فاصلة في حياة الإنسان قد تكون نقطة فاصلة في حياة الإنسان تجبه ما قبلها كأنه بدخل مرحلة جديدة أيها بدخل مرحلة جديدة التوبة تجبه ما قبلها كأنه يولد من جديد التوبة ولادة جديدة الأمير بشر بن الحارث كان أميرا في الكوفة وكان عنده في قصره كما يذكر بن قدامى في كتابه التوابون كان عنده في قصره يعني الغانيات والراقصات والليالي الحمراء والخمر أمير هو أمير الكوفة في يوم من الأيام يترك الباب في سهرة من السهرات التي يعيشها تذهب الجارية لتفتح الباب بعد قليل ترجع وابتسامة ساخرة على وجهها يقول لها من بالباب؟ قالت مجنون يسأل ماذا يسأل؟ قالت إنه يسأل صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ هو شعر أن هذا السؤال صادم له صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ وقف قال له ماذا قلت له؟ قالت قلت له أنت مجنون؟ صاحب هذا القصر حر كيف يكون صاحب هذا القصر عبدا؟ فقال ماذا أجابك؟ قالت لقد قال لي أجل أجل لا يفعل هذه الأفعال من كان عبدها لا يفعل هذه الأفعال من كان عبدها هنا شعر أن هذه الصحقة التي صحقته في قلبه وقف على قدميه قال لها ماذا فعل؟ قالت ذهب من أين ذهب؟ من هذا الطريق خرج يشتد وراءه حافيا يبدو أن هذا الذي جاء وطرق بابه كان الصخب خارج المكان أجذبه قال لها لا يفعل هذه الأفعال من كان عبدها حتى أدركه فإذا هو رجل كبير قال أنت الذي جئت إلى القصر فسألت قال نعم قال ماذا قلت للجارية؟ قال قلت لها لا يفعل هذه الأفعال من كان عبدها فوضع خده على الأرض وقال يا هذا أشهد الله بين يديك أن صاحب هذا القصر عبد لله الله كانت هذه اللحظة لحظة الانتقال الحقيقية واصبح هذا لا يرى إلا حافيا واصبح اسما عظيما في الفقهاء وفي الزهاد وهو الإمام بشر الحافي كان لا يرى إلا حافيا فيقال له ما لك لا تلبس قال هي لحظة صالحت فيها ربي لا أحب أن أغيرها الإمام بشر الحافي الآن تقرأ في كتب الفقهاء قال بشر الحافي في كتب الزهاد قال بشر الحافي هذا هو الإمام بشر بن الحارث كانت لحظة هي اللحظة الفارقة في حياتي هي نقطة التحول الحقيقية هي اللحظة التي امتلك فيها معنى العبودية لله تبارك وتعالى هذه هي لحظة أنعم الله بها عليه استنقذه أرسل إليه هذا الرجل فأنقذه سبحانه الله العظيم سبحانه الله العظيم يذكر بعض المؤرخين سبحانه الله على قصص كيف رب العالمين يقدروا أشياء فتكون سبب توبه جاري عند أمير وعندهم كان زواج زفاف لابنتهم وقد اشتروا لها وشاحا جميلا مشهورا للقصة وهذا الوشاح في يوم العرس فقد فتشوا أنه لم يجدوه فكان التهمة للجارية فضربوها وأذوها وأهانوها إهانة شديدة وهي تبكي وتقول لا أدري بعد وقت وإذ بغراب أو بطائر يحمل الوشاحة في فمه ويلقيه على المكان فأصحاب البيت تأثروا كثيرا أنهم ظلموا تلك المرأة فأكرموها وأطلقوا سراحها وهي أمم وأعتبروها حرة حرروها هذه الحرية دفعتها لهذا العدل أن تسلم هي ليست مسلمة فدخلت في الإسلام فتقول على يوم الوشاح من أعجيب ربنا على أنه من ظلمة الكفر أنجاني قصة حكاية صارت دفعتهم ضغطت عليهم لذلك في ورد حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربك من أناس النقادون إلى الجنة بالسلاسل هي هذا الذي قلنا أيضا من الذين كانت من كبار الأعلام في الأمة الإسلامية الذين كانت أيضا التوبة نقطة فارقة في حياتهم الفضيل بن عياض نعم الفضيل وهو من كبار الزهد الفضيل بن عياض إذا ذكر الزهد إذا ذكرت رقة القلب يذكر في طلائع هؤلاء الفضيل بن عياض الفضيل بن عياض كان قاطع طريق وكان في منطقة يسيطر على منطقة هذه المنطقة التي يسيطر عليها لا يجرأ أحد أن يدخلها بعد غروب الشمس الداخل فيها مفقود هذه منطقة الفضيل بن عياض هذا الرجل أحب جاري أحب فتاة بدأ يذهب يتسلل إليها يغازلها ليلا يلتقي بها سرا في يوم من الأيام وجد الطريقة إلى بيتها طويلا فبدأ يتسلق الجدران يقفز من جدار إلى جدار وكحال السراء كلما قفز جدارا أصاخ السمع وذات ليلة أصاخ السمع في صوت همهما في الليل اقترب من الصوت وإذا هو رجل يقرأ القرآن يقيم الليلة ويقرأ القرآن والآية التي يقرأها وقعت في قلب الفضيل قبل أن تقع في أذنه كان يقرأ قول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فما كان من الفضيل إلا أنصاح بأعلى صوته بلى يا رب قد آن بلى يا رب قد آن ورجع أدراجه ليغتسل ويعلن التوبة إلى الله ليتوجه بعدها إلى مكة وليطلب العلم وليصبح من كبار العلماء والزهد التوبة يمكن أن تكون نقطة فاصلة في حياة الإنسان أن تغيره من حال إلى حال أن توجد عبوديته لله تبارك وتعالى أن يجد حقيقة قربه من الله تبارك وتعالى فالإنسان ليس بينه وبين الله حجاب وهذه النقطة المهمة أن الإنسان بينه وبين الملوك بينه وبين المسؤولين يريد أن يطرق أبوابهم وقد يفتح له وقد لا يفتح وغالبا لا يفتح له من القلق ولكنه إذا طرق باب الله وجد الله توابا رحبا لا يرده ولا يطرده ولا يخذله ولا يبعده أنا من أعظم الذنوب ترجمة نانسي قنقر